معرفة التوكل على الله وأن الرزاق هو الله وأن الرزق يأتي بغير قوة إنما يأتي بعد بدل السبب يجعلك تطمئن وترضى برزقك وتفرح إذا رزق الرزاق ذو القوة المتين غيرك لأن رزقه الذي عنده ليس بحوله ولا ذكائه إنما بحول الله أمر الله عباده بالتوكل حتى يعيشوا فوق الأرض متفائلين والله الواحد منكم ماذا يقول أنا الحمد لله بدلت السبب الله ما بارك بالسبب أنا مرتاح أن الذي أمرني به فعلته والذي وعدني به صرفه عني ليرزقني في مكاننا ثم كل واحد منكم لو يعطى الآن أقسم بالله أي واحد منا لو أعطي الآن ألف مليار لسمونا التريليون على أن يترك الإسلام ما تركه صحيح؟ والله ولا رمشة عين ديني أنا غني به أكثر من كنوزي الأرض إذن نحن أغنياء باقتصار تعطيني عيونك وأعطيك نخفض المسألة مليار والله ولا عيوني الله يزاك خير ولا عيوني فكيف الحياة أرى جمالها بالعين إذن أنت بالعين وقبل ذلك بالإسلام غنيا فأحمد الذي رزقت نحن جميعا أغنياء لكن بعضنا وضع الرزق في صرافة أو في حساب بنكي وهذا المسكين ما علم أن الله يعطي أحيانا ليشقي ويصرف الرزق عن بعض عباده لأنه يحبه وهنا وقفة إن البعض يعتقد أن الرزق ريال ودولار لا يا أخي الحبيب الرزق ليس هذا الرزق أحيانا أحبابي أتعلمون أن أعظم ما يعطيك الله من الرزق يعطيك الأخلاق يعطيك الأبناء يعطيك الزوجة الصالحة حتى ولو كنت فقيرا فقد يعطيك أغلى من المال وقد يعطيك المال ويسلب منك الآخر الرجل الذي لا ينجب له وعنده عمارة لو ضمن أن الله سيعطيه ببيع العمارة صدقة أو وهيبة يعطيه ولد تنازل عن العمارة كلها وهي ولد طيب كم واحد عندك من أبنائك تجلدهم صباحا مساء أما حمدت الله عليه وكم واحد يتمنى الزوجة الصالحة زوجتك هذه قرة عينك وأنت كل ما رأيتها تقول ربنا كشف عنا العذاب وهي تقول ربنا كشف عنا العذاب مع أنها من نعيمك المعجل لكن ما حمدت الله على أنها رزق هي رزق الرزق الله يعطيه كما قال كثير من أهل العلم وهي من أجمل ما قيل كما أن الله وزع الأرزاق وزع الأخلاق فكم من ذو مال فقير في خلقه وكم من فقير غني بأخلاقه مش رايك يا أخي تريد غين المال مع فقر الأخلاق أم غين الأخلاق مع فقر المال بلا شك أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق وأثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه ويا حبذ الجنة يا حبذ أن تجتمع لكن إن لم تجتمع فمن التوكل على الله بعد بدل السبب أن تطمئن على أن المسبب سبحانه شاء وقدر لك الخير شكرا